شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجية الذي ينفذه أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني على مدار عدة أيام وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة ونقش الفريق أسامة عسكر القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة طبقا للمتغيرات المختلفة خلال مراحل المشروع مشيدا بالجهد المبدول والمستوراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر المشاركة وفقا لتخصصاتهم المختلفة